السلام عليكم ورحمة الله شجر الضر اللي كانت زوجة لنجمة دين أيوب الملء أو الملك الصالح وبعد موت وتولت الحكم لفترة حوالي 80 يوم وبعد كده اضطرت ان هي تتنازل عن الحكم لعز الدين أيبك وتتزوج منه وتتزوج منه وبدأ بعد كده عصر المماليك البحرية وكان بيطلق عليم المماليك البحرية لأنه هم كان استجلابهم نجمة دين أيوب الملك الصالح ورباهم في جزيرة مانيا للروضة وعلمهم الدين الإسلامي وعلمهم الفروسية علشان يخدموا في الجيش الأيوبي للدفاع عن الأراضي الإسلامية ضد الغزوات الصالبية أو الحملات الصالبية في الفترة دي الفترة بتاعت دولة المماليك البحرية كان ما نقدرش ننسى الظاهر بيبرس وسيف ديون قطز اللي هزموا التطار أو المغول في معرقة عينجالوت سنة 1260 ميلادي وبعد كده دولة المماليك البورجية واللي هم نشأوا في أبراغ القلعة لذلك كان يطلق عليهم المماليك البورجية وفي الحقيقة إنه لفظ المماليك هم كانوا بيض عبيد بيض استجلبهم نجم الدين أيوب الملك الصالح من القوقاز ووسط آسيا وجنوب روسيا علشان أعلمهم الدين الإسلامي وعلشان يخدموا في الجيش للدفاع عن أراضي إسلامية ضد الحملات الصالبية اللي كانت منتشرة في الفترة دي والحقيقة السلاطين بتوع دولة المماليك البورجية في أواخر عهد الدولة بدأوا الضعف يدب في أوصال الدولة دي وخصوصا بعد اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح وسلطان المماليك بدأوا يفقدوا السلطرة على التحكم في طريق التجارة في الشرق والنتيجة للضعف ده استطاع السلطان العثماني العثماني سليم الأول أنه هو يهزم السلطان الغوري في حلب في معلقة مارج دابق سنة 1516 وقتله في حلب وانتصر بعد ذلك على آخر سلاطين الدولة تلمماليك سلطان طمانباي في معركة رايدانية اللي هي منطقة العباسية سنة 1517 وأعدم سلطان المملوكي آخر سلاطين الدولة المملوكية سلطان طمانباي وعلق رأسه على باب زوي وأعلن ضم مصر الدولة العثمانية سنة 1517 ميلادي والحقيقة أنه دولة المماليك تعتبر هي العصر الزهبي للفنون والعمارة الإسلامية في مصر والسلاطين الدولة المملوكية تركوا لنا الكثير من المنشآت الحربية والدينية والتعليمية تركوا لنا مساجد وأضرحة بمارستينات أو مستشفيات ومدارس لتعليم المذاهب الفقهية الأربع وكمان تركوا لنا داخل المساجد أو المنشآت دي تركوا لنا تحف غاية في الروعة والجمال ما زالت تزين هذه المنشآت الإسلامية عشان كده نقدر نقول أن العصر بتاع دولة المماليك هو العصر الزهبي للفنون والعمارة الإسلامية في مصر دي كانت حليتنا والسلام عليكم ورحمة الله